المبادرات الخيرية مستمرة وحافلة الخير أحدى مبادرات برنامج تكاتف التطوغي التابعة لمؤسسة الإمارات تواصل دورها في تحقيق التكافل الإسري من خلال جمع تبرعات من أصحاب الأياد البيضاء وتوزيعها على مستحقها في مختلف إمارات الدولة ما أجملها من لحظات حين يجتمعون لعمل الخير فهنا في مركز شباب الشارقة يواصل الصغار والكبار من متطوعي برنامج تكاتف مهامهم في استقبال وجمع التبرعات من الملابس والمير الرمضاني والمستلزمات المنزلية الأخرى في خطوة هدفها مساعدة الأسر المتعففة عبر مبادرة حافلة الخير قسمنا الثياب على حسب فئات العمرية وكل فئة العمرية حطينا في بوكس معين وتوجهنا إلى عديد من المناطق عشان نوزع لهم وشفنا البيوت اللي محتاجة بنقول للفئة المحتاجة وعطيناهم البوكسات واستانسوا كثير ونحن استانسنا بالعمل التطوعي من كل الألوان والأشكال والمقاسات امتلأت صناديق التبرعات المختلفة وبكل حماس وتعاون انطلق عضاء الفريق عبر حافلة حملت عبارة الدنيا بخير تجوب شوارع الإمارة لتصل إلى المستحقين في مختلف الأحياء السكنية التطوع في دمي صراحة أنا أحب التطوع ونفس وقال صاحب السموة بشيخ محمد راشد أن الإنسان يضيف لنفسه قيمة بالتطوع فكل إنسان لازم يعطي بيلا مقابل في شهر الخير طبعا نحن لازم نسوي الأعمال الطيبة صح كل الشباب اللي في عمري يميلون للجانب التطوعي لأن ويدي ونس ويعني أنت تونسين الناس وتونسين نفسك ونس الوقت واستمر العطاء قبل دقاء قليل من الإفطار فكان توزيع صناديق التبرعات على المستحقين ليس مجرد مشاركة فقط إنما سعادة وفرحة حقيقية انعكست على وجوه الأطفال بهذه الهدايا بذرة من الخير والعطاء تم زرعها في هذا العمل الإنساني والخيري علها تثمر بسمة على وجوه المحتاجين لأخبار الدار ريم عيسى إمارة الشارقة